في سنة 1970 فيه ولدين بيلعبوا ومعاهم ابوهم بلبس رجال الاسعاف ومرائب الراديو الخاص بالشرطة لرصد الحوادث على الطريق والجهاز رصد حدثة وراح الاب مع ولاده لمكانها البنت المصابة خايفة جدا من شكل الراجل فيقول لها ما تخفيش انا هعالجك وراح قتلها لانه بيحب يشرب دم البشر وكل ده قدام ولاده فتخيل كده لما يكبروا دول هيبقوا عاملين ازاي في يومنا الحاضر على الطريق بالليل فيها عربية فيها واحد وواحدة بيحبوا بعض والحب عاميهم شكله عن الطريق وركز في السلسلة اللي معلقينها ومدين الطريق الامان اعتقادا منهم انه فاضي وما فيش حاجة هتحصل لهم وبسبب تهورهم عملوا حدثة على جانب الطريق الشاب حالته خطيرة بس البنت لسه حية بشوية اصابات وراح تكلم الاسعاف وعلى حظها الوحش جم لها السفحين اللي اخوات ويقولولها كلمة ابوهم الشهيرة ما تقلقيش احنا هنعالجك احنا المختصين الابن الزاكي هو القائد وراح على البنت وخافت منه وتجري تلاقي السفح اخوه التاني ما بيتكلمش بس عنيف جدا وراح اخوه وخلص عليها وعربية الاسعاف بتاعتهم اللي ورسوها من ابوهم تعرفها من رقم 37 الصبح بتصحى ايمي واحدة من اباس الناس وحيدة وصحبتها الوحيدة هي امها وابوها كان رجل اطفاء ومات بتصحى كل يوم على صوت عربية اجمل شاب في القرية جيسون وصحابه الجمدين اللي هي فشلت تحصل على صحاب زيهم معروف عن الشباب دول حبهم لسباقات السيارات الحرة على الطرق السريعة وبتتمنى ايمي ان جيسون يحبها وخرجت بالصدفة بتشوف البريد فتتحك له ويدحك لها المشكلة هي في حبيبة جيسون اسمها بروك ركز على لبسها كويس جدا وبروكتها الشقراء رايحة مع جيسون وصحابه لسباق جديد على الطريق السريع وبسبب بروك ايمي ما عندهاش فرصة خالص انها تلفت انتباه جيسون والشباب على الطريق مستمتعين بالسرعة وبيطيروا في الهوى وتطلب انجل من حبيبها براد انها تطير هي كمان زي بروك وعملت كده وهي مستمتع جدا بس حست بروك بالغيرة منها وشتتت حبيبها جيسون عن الطريق وفقدوا التوازن ووقعت انجل وماتت وهم كلهم مصدومين حظهم الحلو انهم لما كلموا الاسعاف جات عربية عادية مش عربية السفحين المشهورة برقم 37 وراحوا نقلوا جثة انجل وكلموا الشرطة وجه المحاقق بيل وتكذب عليه الشيطانة بروك وتعمل نفسها بتعيت وتقول انجل اختل توازنها ووقعت والشباب كلهم صدقوا على كلامها عشان ما يقعوش في مشكلة ومستقبلهم يضيع الصبح في المدرسة الكل بيعزف انجل وهي كانت الصديقة الوحيدة لامي وحصل بينهم مشاكل وهي ان امي كانت بتحذر انجل من الشيطانة بروك بس هي ما سمعتش الكلام بسبب حبها في براد وبروك وراتشل عمالين بيتحكوا عادي حتى براد حبيب انجل بيفكر في بنت جديدة تسدله الفراغ بتاع انجل مفيش غير المصور تيم وجيسون بس هم اللي متأثرين واعجب جيسون بكلام ايمي عن صديقتها انجل ويروح يعزيها هي وامها ماري ولما مشي من هنا يجي المحاق بيل وهو كان صاحب ابو ايمي رجل الاطفاء اللي مات ويقول لهم لو احتكتوا اي حاجة كلموني على طول لما راح المحاق بيل الاسم عمال بيفكر مع صديق الشرطي جاك في حالات الاختفاء الغريبة اللي بتحصل للناس على الطريق هنا القرية دي اكتر عدد اختفاءات فيها كان بيحصل على الطريق السريع واكتر قرية في العالم اعتقد انها بيحصل لها حوادث سيارات احنا بنلاقي اصار حتم على الطريق بدون جسس او حتى عربيات كاملة للضحايا لو هم ماتوا اصلا ويقول بيل اكيد في حاجة غلط وهنا فيه مكان للخردة واحد بس لازم اروح استكشفه بنفسي يمكن الاقي حل للغز حست ايمي من كلام جيسون معها النهاردة ان حياتها هتتحسن فقررت تقنع امها انها تعمل شوية عمليات تجميل وتعديل في جسمها عشان تعجب جيسون وناسية ان الجمال هو جمال الروح وراحت للحفلة الليلية بعد ما جيسون دعاها ويقول لها اعرفك على كل صحابي وهتبدأ معايا حياة جديدة عشان انت تستحق الافضل يا ايمي وطبعا لما دخلوا الحفلة مع بعض تتضايق بروك جدا لانها حبيبة جيسون وتروح عليهم وتحكي سر مظلم عنها هي وجيسون في احد سباقات السرعة اللي عملوها في مرة وهم بيتسابقوا السرعة زادت منهم على الاخر وكان فيه ستة عجوزة على جانب الطريق بتشوف البريد وفجأة الورقة طارت على الطريق فلما تروح تجيبها جيسون خبطها وخلص عليها وعملوا اكن مفيش حاجة حصلت وهربوا بسرعة اكن الستة دي عربية تانية اللي خبطتها بس مش ديه المشكلة المشكلة الاكبر اللي هما كلهم مش واخدين بالهم منها ان الستة دي هي ام السفحين اللي اخوات بتوع عربية الاسعاف اصلا تتضايق امي من جيسون وتمشي بسرعة وبراد في عربيته حس بحركة غريبة حواليه وبما ان واحد من الشباب اللي تسببوا في قتل ام السفحين فهم جموا وخلصوا عليه والمصور تم بالصدفة ماشي هيلاقي عربية براد ولما يروح يطمن عليه يتصدم لما ما يلاقيش منه رد ويلقي دم كتير على الارض والازاز مكسور فراح يتتبع اثار الدم بتاعت براد فلاقاها بتوصلوا للطاية بتاعته والاثار خلصت على كده ومش عارف ايه اللي حصل وبعد ما السفح القائد خلص على براد راح يعالج اصاباته بمادة مطهرة بتحرق شوية وبيفتكر بسببها ابوه زمان لما كان بيجيب المادة ديه وبيرشها عليه بحجة انه بينشف جسمه وبيعلمه تحمل الالم واخوه كان بيشوفه وما بيقدرش يساعده الام بس هي اللي كانت بتروح تساعد ابنها وبتتضرب وبتتعذب هي مكانه وتم المصور ماشي لقى موقع التليفون بتاع براد في مكان الخردة بتاع السفحين فتسلل ليه من غير محد يشوفه واكتشف عربية براد المدمرة وعربية الشباب اللي ماتوا في الاول والسلسلة بتاعتهم موجودة وهي الدليل وفجأة السفاح جاله وعلى حظه جاله الاخ العنيف وخلص عليه لانه واحد من اللي تسببه في موت امه والدور هيجي على البقيين وهم بروك وجيسون راح المحاق بيل للخرابة بتاعت السفحين وجاله الاخ السفاح القائد ويدخله يفتش في الخرابة ويقول له السفاح احنا ما شفناش اي حد هنا احنا في حالنا وما لناش دعوة بحد وبيكون الشرطي بيل واقف جنب العربية اللي الشباب مقتلين فيها والدم بينزل منها وما خدش باله وما لقاش اي طهم على السفحين الاخوات ويمشي طبعا اكيد يا صديقي انت عندك سؤال هو ليه السفاح لابس كمامة كده لانه زمانه هو صغير اخوه القائد كان بيطلع عليه العنف اللي كان بيشوفه من ابوه وجاب شاكوش وحديد وقعد يكسر ويشوه في وجه اخوه بدون رحمة وعشان كده السفاح لابس الكمامة طول الوقت وبيخاف من اخوه القائد وما يقدرش يخالف تعليماته بالليل بروك وهي ماشية بتكون بتتكلم في التليفون ومش مهتمة بالطريق فتعمل حدثة وفيه راجل شافها فراح يكلم لها الاسعاف والحظ السيء ان السفاحين الاخوات هم اللي جمليها وهينتقموا من بروك لانها سبب في موت امهم وكده مش فاضل غير جيسون وبس السفاحين الاخوات بيفكروا يتخلصوا من بروك ازاي فولعوا فيها كخيار تقليدي زي النار اللي جوه قلوبهم والحصرة على موت امهم وبالنسبة لامي فهي عملت شوية عمليات تجميل وبروقة شقراء زي بروك صاحبة جيسون السابقة كل ده عشان تعجب جيسون وتلاقيه بيكلمها انه هيقابلها بالليل وهيخرجه مع بعض شوية والحياة بدأت تبتسم لامي ولبست فستان امها استعدادا لمقابلة جيسون بس امها عندها مفاجأة لها برضو ان جايل لها عريس هي كمان وشكل الام وبنتها هيتجوزه في يوم واحد المفاجأة هي ان العريس بتاع ماري ام ايمي هو السفاح القائد اصلا وده لانه كان مريض عندها واعجب بيها بس فجأة لما السفاح شاف البروقة الشقراء بتاعت ايمي افتكر انها واحدة من اللي تسببه في موت امه لانه بيركز في الشعر اكتر من الوجه واللي كان لابس كده اصلا وتسبب في موت امه بجد هي بروك ومشيت ايمي والمحاق بيل في الاسم لسه شاكك في السفاحين اللي اخوات فقرر المرات دي اكتحم الخرابة بتاعتهم ليلا وسرا يدور بنفسه يمكن يلاقي حاجة وايمي و جيسون بيتمشوا سمعوا صوت صورات غريب من عربية اسعاف ركنة على جنب الطريق وعليها رقم 37 وده معناه انها عربية السفاحين فاول لما يقربوا من العربية السفاح العنيف قبض عليهم وخدوهم للخرابة بتاعتهم نجح السفاح العنيف انه يضرب جيسون بس ايمي جريت بسرعة والسفاح القائد هيتبعها وتحاول تستخبه في اي مكان والسفاح عمال بيدور عليها ويقول لها انه مش هيسيب حقه وهم لازم يدفعوا تمن موت الام يا ما دفعت عنه زمان قدام ابوه الظالم ويقول لها على فكرة انا قتلت امك ومش هستريح غير لما كمان اقتلك انت كمان وتعد تجري ايمي وتتصدم لما تلاقي جثة امها مقتولة واكيد يا صديقي انت عندك كمان سؤال يا طرى ابو السفاحين دول حصلوا ايه من سنة 1970 لما السفاحين اللي اخوات زمان كبروا وقرروا انهم يتخلصوا من ابوهم نهائيا لانه دايما بيعزبهم هم وامهم وامهم خلاص كبرت ومش هادئتر تستحمل الالم والام هي اللي اديتهم الامر بالقضاء على الاب فراح السفاح القائد بالشنيور عليه والسفاح العنيف كان ماسك الاب وهم اللي اتنين خلصوا عليه انتقاما من كل التعذيب اللي شافوه منه على مدار كل السنين اللي فاتت المحاق بيل وصل للخرابة ولقاها مفتوحة على غير العادة وسمع صراخ جوه فدخل يتحقق بسرعة وبيتكون ايمي دخلت مدبح السفاحين ولقيت كل الاجسام الميتة اللي هم تخلصوا منها من الناس ورائحة الدم والموت المنتشرة في كل مكان واستخبت ولما دخل المحاق بيل يتحقق حس بحركة حواليه والسفاح الزاكي القائد جاله من وراه وخلص عليه واستغلت ايمي الفرصة وراحت على السفاح القائد تحاول تضربه بس فشلت وضربها هو والسفاح العنيف جه وزهق خلاص من الانتقام الاعمى اللي هم وصلوله وسمع الشرطي بيل وهو بيطلب كل القوات تيجي من الاسم فورا وكده هم اللي اتنين هيتفتحوا وزهق من سيطرة اخوه السفاح القائد عليه فراح يهجم عليه وهربت ايمي والسفاح العنيف شغل المفرمة وحط فيها اخوه وخلص عليه نهائيا وكده لازم يخلص على ايمي بالمرة عشان يبقى كل شغله خلص خلاص وإيمي ماشية تلاقي عربية الشرطي جاك فيقف لها وكمان تلاقي ان حبيبها جيسون لسه حي وراح ليها يحاول يهديها والشرطي كمان جالهم يطمنهم ان الاسعاف جاي هو عنده حق الاسعاف جاي فعلا بس العربية هي رقم 37 وفيها السفاح العنيف هيدوسهم كلهم ويخلص المهمة بنجاح وديه كانت قصة السفاحين الاخوات سفاحين الاسعاف ابوهم العنيف الظالم تسبب في خلق اتنين سفاحين ما بيرحموش البشر وبيصطدوهم على الطرق السريعة لمزيد من افلام السفاحين هسيب لك قيمة تشغيل لهم في الوصف تحت الفيديو اشتركوا في القناة